اشتركوا في القناة ويسومها سوء العذاب عند أدفه الأسباب وربما تستر بعض أولئك العتاة القساة بالإذن القرآني بالضرب ففهموه على غير وجه وبعضهم يرى أن ذلك من الرجولة فالرجولة في نظرهم تعني الظلم والقهر والتسلط والاستألاء والاستبداد والقوامة عندهم طوق في عنق المرأة لإذلالها وتسخيرها والعجيب أن ترى بعض هؤلاء يتدلل ويتمسكن لأهل الزوجة قبل الزواج فإذا ما ظفر بإربيه تنكر وقلب ظهر المجنة فانقلبت ذلته طغيانا وتبدلت مسكنته تسلطا وجبروتا فتراه بعد ذلك يرفع يده أو عصاه على زوجته عند أدنى سبب وربما بلا سبب وربما ضربها هي وأولادها وربما جمع إلى الضرب الشتمة والقذفة والسبة إن المرأة ليست هملا مضاعة ولا لقم مزدرا وليست بهيمة تباع وتشترا فيصنع بها ربها كيف ما شاء إن للمرأة في هذه الحال الحق الكاملة في أن تشكو حالها إلى أوليائها أو أن ترفع إلى الحاكم أمرها لأنها إنسان مكرم داخل في قول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا وليس حسن المعاشرة أمرا اختياريا متروكا للزوج إن شاء فعله وإن شاء تركه بل إن حسن المعاشرة واجب تكليفي وليس الرفق بالمرأة من باب الرفق بالحيوان الأعدم ولكنه حق لها وواجب على زوجها فهي مكرمة مثله بالخلق السوي والصورة الحسنة والتقويم الحسن وهي مكرمة كذلك بالبيان والعقل وحمل الأمانة فهذه المزايا مشاعة بين الرجل والمرأة فمن أراد أن يعامل الزوجة معاملة الدابة أو السلعة فقد كفر نعمة الله وعرض نفسه للعقوبة فأين أولئك القصات من قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد وأين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرد عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة أخرجه أحمد وابن مادة والحاكم وصححة ووافقه الذهبي وحسنه الألباني وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها متفق عليه فهذا الحديث من أبلغ ما يمكن أن يقاد في تشنيع ضرب النساء إذ كيف يليق بالإنسان أن يدعل امرأته وهي كنفسه مهينة كمهانة عبده بحيث يضربها بصوته أو بيده مع أنه يعلم أنه لا بد له من الارتماع والاتصال الخاص بها قال بعض أهل العلم وأذكره أنني هديت إلى معناه العالي قبل أن أطلع على لفظه الشريف أقول يا الله العدب كيف يستطيع الإنسان أن يعيش عيشة الأزواج مع امرأة تضرب تارة يسطو عليها بالضرب فتكون منه كشات مع الذئب وتارة يدل لها كالعبد طالبا منتهى القرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر